عملية تأمين سرط ومرافقها الحيوية كانت من أبرز النقاط التي تم تناولها في اجتماع ضم مدير أمن سرط والنائب عن دائرتها وعدد من أعيان المدينة وذلك بمقر المديرية الإربعاء بعد أن باشرت أعمالها حيث تم الاتفاق على تشكيل غرفة أمنية لمتابعة الأوضاع المديرية باشرت مهامها من ليلة البارحة في تأمين المدينة لكل المتوجدين بآلياتهم وبكامل الأعضاها وكل المراكز والأقصام تخدم وعقدنا عدة اجتماعات اليوم بالأجهزة الأمنية وتم الاتفاق على تشكيل غرفة أمنية لمتابعة الأوضاع في المدينة الاجتماع تطرق إلى تفعيل التمركزات الأمنية في الشوارع الرئيسية والفرعية والمجاهرة بالأمن من أجل سلامة المواطنين نبارك لهم ونهنيهم على هذا النصر وعلى تحرير سرط آملين منهم إن شاء الله أن يقفوا وقفة رجل واحد من أجل النهوض بالمدينة وقطع الطريق أمام الفلاث الأمني وقطع الطريق أمام الميليشيات الطامعة في سرط قمنا بتشكيل لجان عمل إن شاء الله ستشتغل في المدينة والآن المدينة آمنة مستقرة والحمد لله هذا فضل من جيشنا الليبي العمل على حل المختنقات اليومية وضبط الشارع العام هو ما توصل إليه المجتمعون من أجل أن تكون المدينة آمنة مطمئنة بعد أن عاشت سنوات من الحروب التي أثرت سلبا على سكانها في وقت مضى موسيقى